تشارك مؤسسة حياة كريمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ كوب 27 وتلقي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أي عمر كلمة عن دور المؤسسة في مواجهة التغيرات المناخية في جلسة بعنوان دور حياة كريمة في إفريقيا يوم الثاني عشر من نوفمبر في المنطقة الزرقاء كما تشارك حياة كريمة في عرض تجربتها الفريدة في قرية فارس بمحافظة أسوان باعتبارها أول قرية صديقة للبيئة من قرى المبادرة يوم السبع عشر من نوفمبر الفين اثنين وعشرين